اشتركوا في القناة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة سيد فارس مصطفى الكهجي الأمين العام للجنة الأولمبية وعدد من رؤساء وممثلي الاتحادات والأندية الوطنية وكبار الحضور والمدعوين هذا وقد أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة شارة البداية لانطلاق سباق الأكواثون وتجول سموه في كافة أرجاء الفعالية واطلع على مختلف الألعاب الرياضية المشاركة والبرامج التفاعلية وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بالمشاركة الواسعة في فعالية اليوم الأولمبي والتي شهدت عدة برامج وأنشطة رياضية وترفيهية واجتماعية متنوعة بشراكة مع الاتحادات الرياضية وذلك في إطار الجهود التي تبدلها اللجنة الأولمبية للنشر القيام والمبادئ الأولمبية وتشجيع المجتمع على ممارسات الرياضة وأكد سموه أن اليوم الأولمبي تصدر أجندة اللجنة الأولمبية البحرينية باعتباره أحد أبرز الأحداث السنوية الهامة والذي يقام تلبية لدعوة اللجنة الأولمبية الدولية لإحياء هذه المناسبة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة على صحة النفسية والجسدية وبما تحمله الرياضة من رسالة تجاه المجتمع وزرع القيام والأخلاق النبيلة لدى الرياضيين منوها سموه بمشاركة الاتحادات والأندية وكافة الرياضيين والتي ساهمت في تحقيق النجاح المطلوب وأشهد سموه الشيخ خالد بن حمداء الخليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية بقيادة سعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي واللجنة المنظمة والاتحادات الرياضية كما توجه سموه بالشكر الجزيل للرعاة والمساهمين في دعم الحدث مؤكدا سموه على أهمية البناء على هذا النجاح الذي حققه اليوم الأولمبي لتنظيم نسخ أكثر تميزا في الأعوام المقبلة وفي ختام الزيارة قام سموه بتكريم جميع الرعاة والداعمين لليوم الأولمبي هذا وقد شهد اليوم الأولمبي تنظيم العديد من المسابقات والعروض الرياضية وهي كلا من الشراع التجديف كرة القدم الشاطئية الكرة الطائرة الشاطئية السباحة في المياه المفتوحة البادل فنون القتال المختلطة كرة الشبكة رفع الأثقال أكواثلون أما الفعالية الرئيسية فهي سباقي الماشي والجري الأولمبي للفئة العمرية أقل من 15 عاما 16 عاما 19 عاما 20 إلى 40 عاما أكثر من 41 عام وأقيم مسرح تفاعلي تضمن العديد من المسابقات والعروض ترجمة نانسي قنقر